السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته في الواجه البحري في ممارسة العربية هنطلع فاصل إن شاء الله ونبدأ أول فقرة من فقراتنا اشتركوا في القناة اهلا بيكو عزيزي المشاهدين ورجعنا تاني مع الكابتن أحمد صلاح كابتن نادي الزمالك ومدرب حراس المرمى موليد 2010 أهلا بيك كابتن أحمد بشارك معي النهار دا إن شاء الله طبعا أول حاجة براحب بحضرتك طبعا وأشف مبروك على البرنامج مع التعلب وإن شاء الله بإذن الله تقدم نجاحك كبيرة طبعا زي ما عاودتنا قبل كده أضيف زورك القنوات شكرا كابتن أحمد طبعا إنا عندنا أخبار كتيرة على الساحة الرياضية دلوقتي في متخب مصر طبعا وفي أخبار عن نادي الزمالك بما أن حدك موجود طبعا معنا نستغل جود حضرتك بصراحة والله في كذا خبر كده كنا عايزين يتكلم فيه مع حضرتك الأول شفت ماتش المتخب مصر مع الجابون بأي وجهة نظر طبعا مستر كروش بدأ طبعا متشكيل متغير يعني عن الجامعة المغارات اللي فاتت قاعد محمد صلاح في الاحتياطي وقاعد كذا لعب في الاحتياطي أنا شاف أن الأداء الشوت الأول ما كانش يعني أدائي يعتبر ما كانش عجبني بصراحة بس برضو كان فيه تغييرات في التشكيل طبعا شفنا طبعا نحمد سريان وشفنا لعبة برضو دخلت جديد برضو شفنا بعد كده لما في الشوت الثاني بدأ أن هو مستر كروش بدأ أن هو يرجع للمباراة ثاني وقدر أن هو نزل محمد صلاح ويجد أن هو يسطر على المباراة ثاني فشاف أن المباراة يعني كنت تعتبر تصير حاصل لأن إحنا خلاص بس إحنا أهم حاجة لأن إحنا كن مفروض نلعب المباراة اللي هي الأنجولا والجابون لازم نكسب المباراتين يكسبنا الجابون بس الأنجولا يتعدين معهم واحد وواحد لازم نكسب عشان خطر تصنيف فيه ناس كتير جاء فكرة موضوع تصنيف خلاص أن هو حسن دلوقتي دلوقتي للسنغال والجزار والمغرب وتونس أنا عايز أقول لحضراتك دي حاجة حصلية لبرنامج حضرتك أن التصنيف لسه شقيع لسه موجود ولد فيه كاس عرب كمان هيتلاعب فلسه المباراة أصلا هتلاعب كمان شهرين اللي هي المباراة الحاسمة فممكن أن إحنا ندر نفوز في كاس العرب وكلام ده كله بيحسن تصنيف بتاعنا ونأخذ نقطة أن إحنا بعد كده ممكن نخش تصنيف أول فطبعا شايف المباراة كانت مباراة يعتبر تحصيل حاصل مصر قدمت أداء كويس في الشروط التاني خاصة في الشروط التاني بعد طبعا نزول محمد صلاح ومصطفى فتحي برضو نزل عمل كنت حابة بسأل حضرتك بصوص مصطفى حضرتك شايف مصطفى فتحي بعد الموتش الأخير ده فعلا هيبقى له دور في الفترة اللي جاء مع المنتقب أنا عايز أقول له حضرتك مصطفى فتحي في مباراة الزمالك والأهلي لما نزل غير مباراة يعني هو كمفروض يبتدي أصلا قبل أوباما يعني هو مفروض أوباما هو اللي كان يقضى على الدكة هو مصطفى فتحي هو اللي كان يبتدي المباراة لما شفنا في الشروط التاني لما نزله مصر كارتيرونو وتدارك الموقف شفنا مصطفى فتحي بأداء هيل جدا بأداء هدف جميل يعني هل نقدرون لمصطفى فتحي الفترة الجاي بل هو ما كان في المنتخب؟ ده لازم يبقى في التشكيل الأساسي في نار الزمالك وممكن كمان نشوفه في المنتخب يعني هو يعتبر كمان البديل المهم في المنتخب لمحمد صلاح كمان يعني محمد صلاح ليس متواجد في كاس العرب محمد صلاح ليس موجود في كاس العرب لأنه طبعا مع ليفر بول هيبقى عندهم متشاط في دور أبطال أوروبا وعندهم متشاط في الدور الإنجليزي فشيف مصطفى فتحي بأداء اللعب الأساسي مع المنتخب ولازم ياخد فرصته لعب أساسي أكثر من تغيير في المنتخب طيب أنا طبعا بمشاه هستغلي طبعا وجود حضرتك معايا كابتن أحمد ونكام عندي الزمالك وما أضرارك ما مشاكل نادي الزمالك اللي هي ما كنتهيش خالص سمعنا مأخرا أن الرفض طبعا بتاع الانتخبات نادي الزمالك وعضة مصطفى منصور هل شايف أن بعضة مصطفى منصور هيبقى فيه أن كارترون يفكر فيه أنه يمشي من النادي زي ما عمل قبل كده ولا هيكمل ولا أنت حتى تشايف إيه أنا شايف طبعا المجلس الموجود الحالين دلوقتي كابتن حسين لبيب بصراحة ماشيين كويس جدا المصطفى المرتضى لما كان مسك برضو النادي من 2014 كان عمل طفرة إنشائية كبيرة جدا في النادي وعمل فريق كورة وفريق طيرة وفريق سلة وفريق يد بالنسبة كبير جدا شاركه في طرقات الأفريقية وحصل على بطلوات سواء برضو في الكرة في الكاس الكونفدرالية واخدنا الدورة قبل كده فعيز أقول لك طبعا أنا شايف أن المصطفى المرتضى كان هو مفروض الموجود شوفنا المحكمة حكمت دلوقتي المصطفى المرتضى أنه هو راجع فحنا عايزين نعرف حاجة هو المصطفى المرتضى من الأول دلوقتي كان الموضوع يعني موضوع كان متعمد أنه هو يمشي ولا الكلام ده إيه فحنا نجد دلوقتي مش عارفين عندي السؤالة كابتن أحمد ليه دايما مشاكل الزمالك ملهاش حلول رغم أنها ممكن تكون بانا للناس كلها بس دمًا ما تلاقيش فاح ما فيش استقرار يا زمحمد يعني أولا ما فيش استقرار هيبوز أي حاجة تانية يعني أنا عايز أقول لحضوريك ناري الزمالك لازم يتوقف مع أكتر من كده يعني ما عليش خلنا نتكلم بصراحة لازم ناري الزمالك يتوقف مع أكتر من كده بشكل كبير لأن ناري الزمالك يعني يعتبر هو أصلا يعني قبل كده في التسعينات كان هو يعتبر بطل أفريقيا وبطل الصور وبطل كل حاجة كان نقم واحد على مستوى أفريقيا اللي إليه بعد كده حصل بعد كده تراجع ناري الزمالك في الأزمات كبير محمد ما بيتوقفش معايا خلنا نتكلم بصراحة يعني لازم برضو يتوقف معايا يعني دلوقتي معي وزير الشابوردة شخصية محترمة جدا والكلام ده كله شفنا أن هو شال المجلس بتاع المسجر المرتضة بعد كده دلوقتي اتحكم الحكم بيرجوعه بعد كده دلوقتي الحكم ما تنفسه كبير مرتضة بيقول أنه هو ما تنفس المجلس الموجود مجلس محترم جدا يعني عايز أقول لأ حضارك برضو كابتن حسين لبيب المجلس بتاعه ماشي بخطة سبتة ماشي بخطة سبتة كويسة جدا بالنسبة لأ مستر كابتلون على فكرة مسجر المرتضة تلعب في تصريحه وقال أنه هو لو رجع النادي هيفضل كابتلون زي ما هو اللعبة كلها تفضل زي ما هي ما فيش أي مشاكل هتخص النادي خالص فالغير دلوقتي احنا مش عارفين يعني أنا شاف أن الموضوع كله مش في مجالسة الإقدارة موجودة يعني مجالسة الإقدارة كلها محترمة أنا أقول لأ حضارك على حاجة كابتن أحمد أنا الحمد لله يعني بيحب واضح وصريح في أي حاجة بيحب أقول لها أنا اتفرجت على فيديو من أمة يومين اللي كابتن طهر فوزيت لما كان وزير الشاب والرياضة وأخذ قرار بحل مجلس دارة النادي الأهلي فكابتن سيف زاهر بيسأله طب القرار ده وات كان مصور وإيه قالوا لغات النهار ده أنا ما عارفش القرار ده مصور وإيه يعني أتنفس طب ليه أنا مش قول زمالك وأهلي كل الأندية ليه المساواة مش مع الأندية كلها بنفس النمو ده يعني إيه الهدف من أنا أوقف مسيرة نادي ماشي كواس جدا في جميع الألعاب على مستوى مصر يعني يعني الهدف من كده إيه أنا عايز أقول لحضارك طبعا يعني دلوقتي المنافسة مفروض بين زمالك والأهلي لما نحن ندي الزمالك حقه زي ما الأهلي بياخد حقه والإسمائيل برضو ياخد حقه والاتحاد والمصر الفرع دي كلها لا ونفسها زي الدور الإنجليزي ودور الأزمائي الأندية كلها بتنفس لها كابتا محمد عشان خاطر عندهم فيه مصواف كله تشيلسي زي برشو زي ليفربول زي أرسنة كلهم زي بعض فإحنا هنا في مصر للأسف سعاب بقى فيه برضو خلينا نتكلم صراحة سعاب بقى فيه توجه بنشوفه كبير جدا لنادي الأهلي حتى في التحاد الكورة يعني كابتا رحمة مجاهد دلوقتي جيمسك التحاد الكورة بنلاقي نواه برضو اعترف نواه أهلاوي وابدكا كان رئيس نادي الحمول ما يعبوش طبعا نواه أهلاوي بس مدام أنت مقود على الكورسي وشوفنا تدويج نادي الزماليك بالطولة الدوري أسوأ تتويج في التدريخ ده مش تتويج وحصرت مشكلة وشكبالة وشكبالة قاله عشان انت أعشاء قطر أهلاوي وحجم الهواء وحجم الهواء أشوف تدويج بتاع نادي الأهل السنة قبل اللي فاتت ووصل السنة اللي قبليها وكذا وكذا لغاية ما أن نادي الزماليك سنة 2014 في تتويج بالبطولة هتلاقي تدويج مراسم كويسة جدا نادي الأهل وقت حقه أزواج اللاعبين زوجات اللاعبين بيخشوا كلام ده كله أنا عايز أعرف إلا حصل في تدويج نادي الزماليك هو في زعل نادي الزماليك خادر بطولة الدوري ولا فيه أنا مش عارف برضو لغاية دلوقتي مش عارف دي مجالس تحاد الكورة والناس المسؤولين لازم يقفوا عند رئيسك شوية برضو أنا هاقد من كلام حضرتك جابتين أحمد حاجة صغرة جدا وحب أوصل صوتي برضو لكل المسؤولين السنة اللي فاتت لما كان الأهل والزماليك بين نفسه الغوات آخر مواطنشين كان الدوري كان له طعم كويس جدا 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 تصدقوني كده هيبقى الكورة في مصر أفضل بكتير من ما يبقى الدور الأول منتهي بفرق أو جاب كبير نقط بين أي فرق أو فرق تاني والله الموضوع مش أهل وزمالي الموضوع أن الفرق كلها تاخد حقها سدوني يبقى فيه كورة عندنا ساعتها هيبقى فيه نتاج لمنتخب مصر هيبقى فيه منتخب مصر قوي جدا 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 ويا رب يا رب الدولة توقف معك كل الأندي وحط تحت كلمة كل الأندي دي ميتخط مش الزماليك بس ولا الأهل بس احنا هنا مش بنتكلم بلسان الزماليك ولا بلسان أهلي هم يتكلم بلسان الكورة المصرية وزي ما وعدناكم أنه نقف مع أي حد إن شاء الله يكون له حق خاص بالكورة أو في أي مكان تاني نريد كابتان أحمد لآخر حتة كده ممكن يتكلم فيه عن ندي الزماليك انت شايف المشاكل الماليات عن ندي الزماليك هل ممكن يقول تنتهي برجوع المستشم طلوع منصور؟ والله أعيش يقول له حالتك لا المستحيل ده مشاكل كبيرة جدا مالية كبيرة جدا من مجلس قديم من أيام لسي ما منوح عباس يعني فيه مشاكل بنشوف لغد دلوقتي أجوجه اللي هو اللعب اللي هو توفق اللعب الغني يعني الله يرحمه وكده لسه لغد دلوقتي لغدير بتاعته اللي هم الورسة بتوعه وولاده وكلام ده كله بيطالبوا فلوس وحقه تحقهم طبعا وكل يوم عايز أقول لحضرتك بيظهر حقا جديدة يعني شوفنا برضه لسه كان فيه لعب في ندي أمبي كان بلعب في أمبي وجيه لعب في الزماليك بيطالب من مستحقاته عايز ربعمائة ألف جنيه وفيه لعب كتير جدا بالطالب باللقاء دلوقتي بتسهر حاجات غريب هنا جالي سؤال أستاذ أحمد يا كابتان أحمد سوري معلش طبع هل المشاكل دي كلها جد في شهر واحد بس ما هي وما هو دل الواحد بيستغرام يعني برضه لازم أسأل نفسه وهل التحدي الدولي دلوقتي ده مش غير نار الزماليك يعني أي حاجة يروح عمل اللي عمل على طول خصمات على نار الزماليك وقال لك يدفع نار الزماليك أنا عايز أقول لك كابتان محمد في مشكلة ممكن يقابلها نار الزماليك بسبب كل اللعبة دي كلها ممكن يتوقع زي ما حدرك عارف ما قف فترتين يعني ما قف الفترة اللي هي بتاعة الأول الدوري وفترة شعر واحد وكمان فيه أقاويل بتتقل بالنسبة كبيرة جدا إن ممكن كمان الكود يتوقف كمان الموسم الجاي فدي مشكلة كبيرة جدا فإحنا كل دلوقتي التحدي الدولي تحدي الدولة كل شوية لعب يقدم شكوى يروح وقف على نار الزماليك عامل غرامة عليه وكلام ده كله لازم الدورة تقف شوية برضو مع نار الزماليك الدولة برضو رئيسة عفتاح السيسي برضو أنا وقف مع نار الزماليك في موضوع الأرض شفناها الفترة اللي فاتت أرض أكتوبر اللي هو قال لنار الزماليك يعني قصت على مدة سنتين فدي برضو حاجة كويسة جدا فإنتمننا إن وزير الشباب والرياضة وكل المسؤولين كلهم يوقفوا مع نار الزماليك شوية لإن نار الزماليك دلوقتي يعني يعني هو خد الدوري إحنا مترماننا نشوفنا نار الزماليك في المنافسة السنة دي وياخد الدوري وياخد أفريقيا كمان فإحنا لازم كلين نوقف مع نار الزماليك لازم طيب هنسأل لحدك سؤال بخصوص برضو مطش بكرة الزماليك والإسماعيلي طيب سواء الصحافة أو إعلام نار الزماليك ضربة جزامة لاش أساس من صحة بكرة هللعب لإسماعيلي سنة اللي فاتت قال لك النادر الإسماعيلي فوت النادر الزماليك طب كابتن إهاب جلال من المدربين لك أنا مسكين نستيل فاتت من المدربين محترمين جدا وقابت دلوقتي مدرب أجنبي ما كان طلع عطيوسف مستحيل أن الرجل هيجي يفوت رجل أجنبي جاي عشان مصلحته عشان اسمه هل هيفوت كرة تفوت يعني فرقة أولا مغربة ثلاث مطشاط من أول الدوري يعني لما زماني فيك يكسبها اللي هو بطل الدوري هقول عليهم ممتوب عشان هم اتعادلوا معه عشان هم اتعادلوا مع النادر الأهلي فهم فكرين النادر الإسماعيلي بيموت نفسه قدام الأهلي لا الأهلي كان واحد في الممبرضي والنادر الإسماعيلي كان يستحق أن هو يتعادل دول أهلي عمدت الثلاث مكانش بالمستوى اللي احنا عارفين بس السنة دي الموضوع هوا قفين جموا جمد السنة دي وده اللي الواحد متخوف منه الشيكبالة لما طلع في الصراحة بكده واتكلم قالك الدوري السنة جاء الله على ممكن ما ناخدهوش بعد كده تاني يعني نقطة مطرق بير أو ما ناخدهوش فبرضو دي قدتني محمد مشكلة كبيرة جدا متقابل نار الزمالك لللعب نازل خايفة واللعب دلوقتي نازل خايفة فده برضو مشكلة طبعا ده بالاصل عدم الاستقرار مش عارفين بكده المشاكل المادية اللي موجودة وفيه لعب مش عارفها الجدد يعني نار الزمالك جدد المبارح لإمام عشور وعبدالله جمع لسه فيه لعب عيسك جدد كتير عشرب من شرق دلوقتي بنقعد ومنماشي لسه عايز فلوس طالف فلوس كبيرة جدا فالمقزمة دي كلها لازم تتحل عشان خاطر نار الزمالك يقدر يقدر لعبه طبعا انت كد مقفول دلوقتي طبعا يعني برضو التجديد ده أقل حاجة مفروض شايف بكرة مطش الزمالك والإسماعيلي والزمالك مدعمش أي لعب جديد غير اللي كان المعارين بس النتيجة هتروح ازاي طبعا ندل إسماعيلي السندل للأسف هو في أول ثلاث مباريات لأنه هو هزم في أول ثلاث مباريات كابتن طلعت يوسف ما كان يعني قبله سوق حظ في أول ثلاث مباريات نادر إسماعيلي عنده لعب كويس جدا بس سوق الحظ اللي هو قبله في أول الموسم ده يعني منخليه برضو في زبزبة نادر إسماعيلي بكرة طبعا هو جاب موديل فني أجنبي هيبقى نازل بكرة بقوته وعايز أنه هو يعوض خسارته في الثلاث مباريات نادر إسماعيلي نازل أنه هو مفروض ينسى مباريات الأهلي اللي هي مباريات الأهلي اللي فاتت فنار الزمالك عنده حافظ أنه هو يكسب المباراة دي عشان كل حاجة تنسي أخلى أكلم من صراحة كابتن محمد لما نار الزمالك بيكسب بعد الخسارة وما يكسب مباراة الجماهير بتنسى اللي فاتت بيتدوق صفحة وما قاله جديد فنار الزمالك بكرة لازم بيلعه هنزل إلاعب على الفوز ولازم نار الزمالك يحسبهم من الأول ونادر إسماعيلي عنده حافظ كبير إن هو برضو يعود خسارته في ثلاث مباراة فهتبقى بكرة مباراة قوية جدا مباراة هتبقى يعني زي من قولها هتبقى برضو يعتبر درب كبير أو ما يقلش برضو عن درب الزمالك والأهلي فمنتمنى إن شاء الله بكرة نار الزمالك هو الفوز أنا جالي معلومة كده إن كابتن ميدو كان قال إن عبدالله جمعة وقع لنادي الأهلي طبع إحنا شوفنا إن عبدالله جمعة وقع للزمالك وعرفت إن هو يوقع لسنة 25 هو وإمام عشور ليه الكلام دا اللي بيطلع دايما قبل أي توقيع لأي لعب في الزمالك والله كابتن محمول عامل وعايز أقول لخضرك مشكلة كبيرة جدا وابن من أبناء نار الزمالك مشكلة كبيرة جدا نسعب بنشوف من ناس كتير قوة من أبناء نار الزمالك بطلعب تصرحات تصرحات كلها خاطئة طبع أنت عندك مصدر معلومة منين عبدالله جمعة مباراة مضى ومضى على عقد ثلاث سنين وعايز أقول له حضرتك كمان العقد قال للزمالك شيك على أبناء دي يعني اكتبوا الرقم اللي انتو عايزين لعب مخترم جدا لعب كواس جدا وإمام عشور نفس الكلام فليه كابتن ميدو بطلع يطلع تصريح زي ده مش وقته نار الزمالك دلوقتي مباراة خلاص وخلصة بتاعتنا لأهلي خلاص خلصة تتنسي هؤية مباراة 5-3-2-0 هي هي مفيش فرق كبير هي اقترب مصر كتنون اللاعبة هي لخيرت مباراة 5-3-2-0 بس عايز أقول لحضرتك نار الزمالك من شوعة من مباراة دي لازم يكسب مباراة بكرة عشان يقدر انه هو يكمل وياخد الدوري والسندي بقى جامعة نار الزمالك عايزة أفركيا جامعة نار الزمالك السندي عايزة أفركيا وعايزة مساندة زي ما بيقولوا كده من أبناء الزمالك مش تصرحات تطلع تقول عبدالله دماغ يروح لأهلي ودلوقتي الناس بتقولوا أشرب بن شرق هيروح لأهلي برجاني ساسي الدوحيل دلوقتي خلاص عرضوا للبيع هيروح لأهلي طبعا يا جماعة اللي صالح ميني الكلام ده احنا لازم نتكلم على لعبتنا ان احنا نطلع نتكلم نقول عايزين نجدد للعب فلاني عايزين نعمل لعب فلاني مش نجد نقول لعب فلاني راح لأهلي احنا بنقف ولا اللاعب ولا بنهد اللاعب ولا بنعمل إبت الضبط احنا مشكلة كبيرة جدا شوف لي عقد في شهره واحد عشان همشي فرجاني ساسي بعد ما شاف مصير ساسي عامل اشرب بن شرق بعد ما شاف مصير ساسي ايه اللي حصله بعد ما نشف من ناري الزمالك وعد كده شاف حمد النقاز حمد النقاز مش من ناري الزمالك جي بعد كده يتحالي عن ناري الزمالك ورفع عضية عشان يرجع النادي طبعا موضوع القيد هو اللي خلاه يروح عارا للسعادية فعايز أقول له حضرتك بأشرب بن شرق بيفكر جدا اتولدuer ناري الزمالك كهرب كل دول اشرب من فيoch ناري الزمالك هو اللي عملهم قبل كده مقدش نسمع عنهم فانا شايف أن شارع من ساسي لازم ان انت تشوف مصير الساسي ومصير حمد النقاز ايه عشان تجادل لناديك فيه أزمة دلوقتي بس ان شاء الله ا bravery وبلاش موضوع دلوقتي مجالس قدرة توقعود مجالس قدرة تمشي ده فاضل اسبوعين على انتخابات تمام طيب نتجي بقى كابتان احمد بعد ما تكلمنا عن نادي الزمالك ومشيكل نادي الزمالك لنادي الاهلي وماطشه اللي جاي إن شاء الله معه للمقاولين العرب شايف الماطش ده زي والله برضو هل المقاولين يعني نفس الكلام اللي بيتقال برضو اتقال السنة اللي فاتت برضو على مباراة المقاولين معكات تانعمادي كابتان احمد برضو فيه تفويل للاهلي والكلام ده كله انا عايز اقول له حضر لك مفيش مدير فني في الدنيا كلها اذا ما اتكلمنا على برضو عن نادي الزمالك ومفيش حد بيفوت له عن نادي الاهلي برضو نفس الكلام كابتان عمادي ده انا عايز بالعكس لما يكسب الاهلي او يتعادل ده هو اثر حطينه في قيمة اللي هو بعد كده هيبقى من الناس اللي موجودة مدارمين مساعدينه وباهله بعد كده ان هو مدير فني النادي الاهلي فعايز اقول له حضر لكم مباراة بكرة تبقى قوية جدا نادي المقولين ان السنة دي مش كويس غير السلفات الاستفادة كان بيعاني بالنسبة كبيرة مع كابتان عماد برضو فشافر نادي المقولين بكرة هيقدم برضو مباراة جيدة بس الاهلي بحس ان هي يعني برضو خلنا نكلم بصراحة الاستمتاع بتبقى بها مش كبير جدا لان برضو الفرقات الفردية من اللاعبها كبيرة جدا نادي المقولين ما دعمشوا برضو السنة دي غير كام صفقة برضو فدي برضو اللي بتخليها ممكن يعاني السنة دي برضو مع النادي المقولين السنة طيب ناخدك بقى النقطة تانية خالص اللي هي خاصة بالحكام وان قرار ربطة الاندية ان هي خدت قرار ان الحكام ما يتكلمش في اي ميديا او في اي سوشيال ميديا او اي فضائيات خالصة حدك مع القرار دوت ولا شايف ان هو يعني بيقفلوا عليهم اكتر من اللازم لا انا عايز اقول لحضرك طبعا لازم لازم دلوقتي موضوع الاعلام عادة من ظهور الاعلامي هما على فكرة الموضوع ده كله نادي الاهلي هو اللي قدم احتجاج على الكابتن محمد عادل ان هو الراجل على فكرة راجل مقالش حاجة الراجل بيقول لعبت الزمالك كانت في المباراة كانوا قلقانين وكانوا خايفين وكلام ده كله وازم احتلال مباراة لكن هو راجل مطلعش اقالك انا نزح عايز اكسب نادي الزمالك مثلا طب محمد ابو جبل جيت كلم معاه كلام ده كله فعايز اقول لحضرتك ان لأ تقفل على الحكام ده حاجة كويسة جدا ما يطلعش حكم بتصريح يقولك كزا ولا حد بعتلي رسالة ولا حد عمالي مش عارف ايه وتشوفنا قبل كده موضوع الرسالة وكابتن سادع بحفيز وبرام نور الدين والكلام ده كله فلازم ان لجنة الحكام تقفل على الحكام واهم حاجة يهتموا ان هما ينجحوا الحكام بتاعتهم مش يهدموهم وبلاش ان هو لما ييجي مثلا مدير كورة بيطلع في نادي بيتفوتله ومن دي الكورة بيطلع في نادي تاني بيطرق نوقفه وده اللي شوفنا معك بتنساتها بحفيز خلينا نكلم بحفيز ما بيتوقفش بيطلع بتصريح بيطلع بتصريح ابل كده فكارات ابو ظابي من اسبوع اتكلم برضو عن تحكيم وكلم عن نادي الزمالك ومحدش اتكلم لكن لما حد اتطلع من نادي الزمالك شيكباله لما قال احمد مجد انت اهلاوي اتوقف توقف 8 شهور واتحكم له دلوقتي ان هو يرجع الى لعب هم لعبش على فكرة نادي الزمالك كان موك يلعب مواتش من مورات الاهل وكان يبقى نقم مواتش من مورات الاهل نادي الزمالك احترم القرار وقال الاتحاد الكورة طلع انت طلع على القرار بييدك انت فدي برضو من الحاجات اللي احنا بنشوفها يعني نتمنى في فترة الجاية الموصائي يبقى يبقى عالكل زي ما نادي الاهل بتوقف جنبه اوه مواتش كل شوية موضوع دلوقتي موسيقى مرتضة رجع ده موسيقى مرتضة ههمشي ده كل الكلام رايح في مشاكل بس لا وكل يوم لعب يعني كل يوم لعب 400 ألف دولار 500 ألف دولار مليون دولار اتنين مليون مصد دولار كل يوم بنلاقي لعب طلع له مشاكل انه هو دلوقتي ليه فلوسه عندنا نزمك قبل كده طيب معلش المجلس الموجود دلوقتي او مجلس مرتضة هيحيل مشاكل دي ازاي معلش طيب اخر سؤاله اسأله بقى ليك كابتن احمد الخبر اللي احنا سمعناه كلنا اللي محمد شريف دخل من افضل خمسين مهاجم على مستوى الاعلان ايه رك في القراره ده لا ده هو خبر صراحة يعني بعيد جدا يعني مهانش خلال نكلم صارحة محمد شريف على فكرة انا عايز اقول الله حضرك على حاجة محمد شريف من العب الممتزين جدا وكان جاي نالي الزمالك وكان يبقى نالي الزمالك اللي اتنين زمالكوية واهليهم كمان زمالكوية انا مبارح كان والد محمد شريف كان موجود معنا في الملعب كان ابنه بيلعب مع نالي دجونة قال لي انا رجل زمالكاوي وادني زمالكاوي بس النادي الزمالك ما خلصت في محمد شريف فمحمد شريف من اللاعب الممتازين جدا بس على مسؤوليتك موضوع ان افشة زمالكاوي ده طبعا على فكرة اقول له اخذلك على حاجة موضوع الفانيلا والولد والكلام ده كله قبل موضوع برمز كان جاينا رجل زمالكاوي وكان الموضوع المقابل المادي هو اللي عمل كده على فكرة انا على مسؤوليته افشة ومحمد شريف الانتين زمالكوية اقول له حضرتك مبارح والد محمد شريف عنده ابن نادي الجونة كان بيكلم معاه بيقول له انا زمالكاوي هل بعد اللي شريف عمله بعد الجونة اللي جابه في الزمالك في موضوع اخير ده يقول لي ان هو زمالكاوي اللاعب اللي بتروح للأندية بتروح الاهلي وكلام ده كله ويقول لك أنا.. زي كهربة اه زي كهربة وكهربة أصلاً ماملوش ولا زي ملكاوة الأهلية وكهربة بيجري ولا مصلحة ودي مشكلة كبيرة قوي بتقابل كهربة معادش فيين تماءة كابس بس ما هي دي مشكلة كله بيجري وراء المادة وكله بيجري وراء المادة وطبعاً حقك تجري على المادة وطبعاً ده أكل عشق وكل حاجة بس يبقى فيه على الأقل أنت صاحب مبدأ صاحب هوية بتبقى أننا معروفة زي مثلاً كابت حتنشحات الده زمال كاوي حزم إمام زمال كاوي كابت الطهرة بوزيد زمال كاوي يبقى فيه أسماء خلط ده مرتبطة بالنادي هل دهن لإيه ده الفترة دي ولا معادش خلاص كلمة؟ دلوقتي ما فيش انتماءة لأي حاجة خالص ولا الكورة لا سواء لفرقيته ولا الكلام ده كله أهم حاجة بيبص على مصلحته ويروح في العام دلوقتي بيقوله أخويل أنه هو أشرب من شرق ويروح الأهلي فرجان ناسيسي هيجي على الأهلي هم هدول هدول بقى لكلمهم وإنال الزمال كاوي اللي عملهم وجاملهم هي اللي عملتهم فطبعا موضوع محمد شديد طبعا خمسين لا يعني موضوع مش وموسيبين ادخل أفضل مدربين برضو في العالم محمد الشناء محمد الشناء يعني ماشي كويس يعني ممكن في أفريقيا نقول آه بس في ممكن آه بس في رئيس المنبولحي حارس المنتخب الجزائر دلوقتي على مستوى الأفريقيا ما احترام برضو محمد الشناء من الحراسة الجامدين جدا لكن خمسين لاعب فرود لا دفير فرود على مستوى الأفريقيا كابتن أحمد أنا ساعد جدا 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 موجودك معي وبجد بتمنى أن انت تكون موجود معي على طول حد فاهم وحد مثقف وحد إدناد الزمالك بتتمنى انك تكون معي إن شاء الله في أي حلقة جاية إن شاء الله بأمر الأرهي والله يا كابتن محمد طبعا أول حاجة بشكل حضرك طبعا على وجدي مع حضرك النهاردة وألف مبروك للبرنامج وإن شاء الله يكسر الدنيا دايما إن شاء الله وإن شاء الله بإذن الله يعني في الفترة الجاية نشوف نجاحك كبيرة مع حضرتك إن شاء الله بإذن الله شكرا لحضرك إن شاء الله نطلع فاصل عزيزي المشاهدين ونرجع تاني أهلا بك أعزيزي المشاهدين ونرجع لكم مرة تانية والفقرة الاجتماعية اللي وعدناكوا بيها وإذا ما كنا لكم قبل كده إن احنا هنجيب تعلب في كل مكان النهاردة معانا الأستاذ محمود فاهمي أحد أكبر مصنعي وموردي البرفنات في جمهورية مصر العربية أهلا بك أستاذ محمود أهلا بك أستاذ محمود أهلا بك أستاذ مشاهدين أهلا بك طبعا أنا سمع عنك كلام إن شاء الله برغم من صغر سنك إن أنت أخذت مشهور كبير في موضوع تصنية العطور يعني تكلمنا كده عن بزاكة إزاي وبدأت إزاي من الأول أنا محمود فاهمي صاحب شركة سلطان عطور وصاحب بيت الجملة العطور أهلا أنا الحمد لله اكتهدت على نفسي كويس أهلا عملت بدأت في التصنيع يعني بدأت الأول كان بداية مصنع صغير يعني والحمد لله يعني عملت منتج كويس يليق بالمنتج المصري وبدأت أشتغل عليه لحد الحمد لله ما وصلت فيه إن أنا بعد كده استوردت في مجال الأطور أهلا والحمد لله اشتغلت كويس على نفسي يعني طب هل ده صاحب محمود هل ده كان مثلا شغل الوالد ولا أنت كنت شغل فيه قبل كده ولا أنت اخترت الكرير دوت من الأول أنا اخترت الاتجاه دوت واستمرت فيه وكان توفيق من ربنا الحمد لله إن أنا يعني أعمل ربنا وإن أنا أتجه الاتجاه ده مظبوط يعني يعني أعمل ربنا أنا أتجه مع ربنا طيب ما فيش حد بيبدأ مشروع إلا ما بيقابله بعض العقبات والمشاكل اللي بتقابل أي حد بيبدأ مشروع جديد إيه هو اللي قابلك في بداية الطريق؟ سيد محمد أنا بدأت سنة ألفين ألفين أه، بدأت الأول صغير فيش حد يبدأ كبير أنا بدأت صغير والحمد لله في أعتمدتها نفسي لمدة ست ستين بدأت إن أنا أوسع المشروع بتاعي زي أي شاب زي أي شاب عنده طموح كانت هو كويس جداً إن أنا أعمل ربنا في التجارة وفي مجال التصنيع فالحمد لله سنة ألفين وستة بدأت المجال عندي يكبر وبدأت أخش في التصنيع بخطوة كويسة تمام ولقيت نفسي في المجال ده كويس تمام طيب هل عندك شباب في المصنع ولا تعتمد على الناس الخبرة القديمة؟ يعني هل عندك بالانس بين الشريحتين يعني؟ قابلتني قابلت نصابات كتير في البداية والحمد لله أنا عندي مجموعة من الشباب مجموعة فريق أعمال كويس حريم ورجال والحمد لله الناس ديت بعتبرهم هما جزء من نجاح الشركة طبعا ومن نجاح المصنع والحمد لله يعني هما في أي مشكلة عندهم أنا بعتبرهم كهما عيلتي بالضبط يعني ده من نجاحي إنها بعتبرهم عيلتي شركاتي في كل حاجة تمام بعمل ربنا فيهم عندهم أي مشكلة سواء أسرية سواء مادية سواء أي مشكلة أنا بقعد أحلها ببقى حارس جدا عن أن أنا أحل أي مشكلة لأي حد عندي في العمل تمام يعني حتى لو هو سنه صغير إنه هو يكون يعني شبه أب للناس اللي شغاله معاه بحيث إنه هما يديله أقصى طاقة إنتاجية ممكن يخدوها من يعني يخدوها للشغل عندهم وده أنا شايفه مع الأستاذ محمود يعني ما شاء الله إنه هو بيعمل مع الناس اللي شغاله معاه بصورة إنه هو فعلا أخ ليهم بس أنا كنت سمعت سوز محمود إن حضرتك يعني عندك فكرة عاوز تطبقها تخدم بيها بعض الشباب اللي هما بيدوروا على فرص عمل ومش مش لقين نعم إحنا عندنا من دعم الشباب أي حد عنده طموح كتير من الشباب ييجوا عايزين يسافروا بره فإحنا لقنا نقول لهم تعالوا إحنا عندنا هنا ممكن ندعمه حضرتك شايف سوز محمود شايف إننا دلوقتي مثلا كشاب لسه متخرج وعاوز أسافر بره ما سافرش وشوف حين حاجة في مصر نعم رغم الظروف اللي موجودة دلوقتي أنا أنا أما سافرت الصين شفت قد إيه الناس دي موتبادين على نفسهم كواس جدا وحبين شغلهم كواس جدا استفدت منهم كتير لإن هم فعلا عندهم إصراع النجاح ليه الصينيين ما بسافروش ليه بره يشتغلوا ليه عشان الناس ديه فعلا بيحب بلدهم وعايزين يعتمدوا على نفسهم وعايزين ينجحوا في بلدهم فده سبب نجاح الصين أنا شفت قد إيه الناس دي هتعندها بس هم عندهم حتة إيه إن إحنا متكتفين مع بعض يعني النقطة دي عجبتني أوفيه بس شوف محمود اعتبرني دلوقتي أنا شاب هم متخرج وحاور تقنعني إن أنا لأ أقعد هنا في بلدي واستغلي قدراتي واستغلي إن أنا عندي يعني فيه طاقة عندي عايزة أخرجها وفي نقطة عايزة أعمل لنفسي كارير جديد يبقى هو دوت شغل بتاعي الفترة اللي تبقى جاي يعني حتى تشايف إن إنت ممكن تقنع شاب إزاي أخذيه أقول له تعالى إنت النهاردة لو بدأ مسافر برا هتحود كام برا هتحود كام تحود 10,000 إنت ممكن تجيب هنا 10,000 إزاي هو النهاردة جاي عايز يعني مشروع بس عايز يبدأ يبدأ صغير فالنهاردة لما ينزل يشتغل ينزل يشتغل مثلا في مجال التوزيع أو مجال أو أي مجال في المجالات هو يقدر يعمل لدخل نفسه دخل كويس أنا بشوف الصينيين هناك بيكسوا كويس جدا سواء شغالين في الشركات خاصة أو في مصانع أو كده لأهم هدخلون كويس جدا وبعتمع نفسهم كويس جدا عشان ينجحوا بيروحش برا يشتغلوا إحنا هنا دايما نبص البر دايما الشاب عايز سفر السعودية عايز سفر إمارات عايز سفر إيطاليا لأ ما إحنا هنا ممكن نعمل ده يعني إحنا هنا ممكن نعمل دوت وفي إيه ده نعمل دوت؟ طب سوز محمود يعني هي صناعة العترة عمتان صعبة ولا هل هي أن أي حد ممكن نشتغلها؟ لا هي تصنيع العطور صعب 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 جدا لأن أبيني وخاطر فيه صعبة جدا هل هل هو ريسك مادي ولا حاجات فنية خاصة بالتصنيع؟ لا هي التصنيع عامة في مصر صعب جدا فيه صعوبات جاملة جدا فليه؟ عشان أنت بتعامل مع سطف عمال كتير وكل واحده طلبات يعني أنا فيه ناس مثلا من المجموعة أمسرفهم كتير فهو ييجي مثلا ياخد مرتبه لأ ده وعي السلفة كمان فهو مرتبه فأنا لازم أوفيه يعني لازم أوفي ده عشان يحافظ على مكان لازم أشوف هو داخله إيه وبيصرف كام؟ وهل الدم كافية؟ أنا مش مكافية ده مهم جدا طبعا ده مهم جدا أن أنا أكون متكتف معاه وأن أنا مورفيله مساريفه وأكله شربه كتير يعني أنا أقول هلأ سيد محمود ده هو فيه شاب من لسه متخرج بيسمعنا هيجب التصور في دماغه أن أنا ممكن أجيب كشك كده جنب أي جامع وأجيب الجهاز اللي هو البامب بتاع الكحول هل هو ده هيبقى كده متخل أنه ممكن كمان سنة لا لا مش شرطين هو الشباب عايزين أنا بكلمك بالسان الشباب أنا بكلمك بالسان الشباب أيوة بزبوط الشاب عايز ييجي يبقى بروفشنا بسرعة بالضبط وعاوز ماكسبه رايب فاحنا بنقعد معاه منشوف إيه أفكاره إيه الفكر اللي عنده ونحاول نساعده ونحاول نتابعه لحد المشروع بتاعه ينجح يعني ممكن نقول لشي سيد محمود أنت ممكن تقدم إيه لشاب مثلاً جالك النهاردة قال لك يا سيد محمود أنت فرقت عليك في بينامج التعلب وعاوز مساعدة نساعده الكيفية أو الأليئة إزاي الكيفية عشان في الناس بتفرج عادينا وأكيد هتهتمي بحاجة زي كده نعم مظبوط مظبوط إحنا عندنا في بيت الجملة للعطور إحنا من دعم الشباب أي شاب عايز يفتح مشروع في مجال العطور إحنا منساعده وبنفتحه للمكان بمقابل ولا بغير مقابل لا هو هو سواء مقابل أو بغير مقابل إحنا يعني منقف جنب الشاب ده ما هو ممكن مثلاً يقول لك أنا والله أنا لسه متخرج ومعايش السيول إن أنا أفتح مشروع أو ممكن ما فيش مشكلة نفرش له المحل بس هو فعلاً يكون جيد يعني يكون فعلاً عنده إسرار إن هو فعلاً أو هيوفي انتزاماته هيوفي مكانه فهو فعلاً يكون عنده استطاع الكده أخبرك بصد محمود أنا نشأت في بيئة رفية فعارف قد إيه الشاب في الريف بيعاني من البطالة أنا أصلاً من كفراد الصنية أجاد أهلية الحمد لله من أسرة متوسطة فبدأت يعني كنت عايز حد يحتضني والحمد لله يعني من حب الناس لي وإن أنا فعلاً هم كانوا شايفيني إن أنا يعني ملتزم في شغلي ملتزم في التزاماتي المادية فقد إيه كان هم عايزين يوردوا لشغل أخبرك فأنا بعمل ده يعني أنا بأسس دوت مع الشباب أي شاب عايز يشتغل في مجال العثور أنا بوقف جنبه بسنده بتابع مشروعه لحد ما يوصل لبر الإمام في حاجة أنا فتكرتها كنا نتكلدنا فيها قبل الهواء كنت قولتلي إنت بتفكر في التصدير إيه تصورك عن التصدير أو إيه يعني الرؤية اللي عند حداتك موضوع التصدير موضوع التصدير موضوع التصدير ده هنا في مصر بدأنا نعمل منتج صدرت بالفعل لا لسه ما أصدرتك انت بتهجز يعني اه احنا منجهز إن شاء الله احنا في التجهيز دلوقتي اه احنا هنا عملنا منتج كويس جدا عملنا في نش كويس من سلف من ألف العلاب كويسة اه شكل المنتج يليء إن احنا نصدر برا تمام اه احنا ليه منستمر الإبارات ومن السعودية ومن فرنسا والأماكن دي عشان منتج كويس احنا هنا منطبق دوت حاليا احنا بنعمل منتج كويس يليء بمصر ويليء بالشعب مصري يعني هل المنتج كله هيبقى كله مصر مية في المية؟ اه مصر مية في المية بس احنا منستمر إزم الصين الإزم الصين إزم الصين اه طب هل ده ما فيش مين؟ والخمات طبعا بتبقى فرنسية خمات الأسانساطية فرنسية احنا بتعامل الحمد لله مع موظم الشركات اه بناخد منهم الشغل عشان المصط عندنا والحمد لله احنا يعني عملنا خطوة كويسة عملنا خطوة كويسة في التصنيع وتشتيب الشغل تأفير الشغل كله يكون فينش كويس عملنا فينش كويس جدا الحمد لله وده حتى معروض في بيت الجملة اه والناس شايفها وشايفها الحمد لله منتجنا الحمد لله كويس جدا طيب فيه بعض البرامج كده الصحية كتبت دايما تقولك ان فيه انواع برفانات موجودة في السجل وحطتها تبوز الجلد والبوز البشرة والحاجات تحت بير السلم والحاجات ده كلها اه طبعا انا عشان مش راضي فاني تبقى لي عشرين سنة الحمد لله ما قلش اي شاكو من حاجة ازاي كده الحمد لله يعني الفرق بين برفان معين وفيه برفان معتين يقولك ده لا ده مؤذي وده كويس يعني ايه يعني انا قدر اختار ازاي لا هو فيه حاجات فيه حاجات بتبقى يعني شعبي قوي أقبلك بس ده طبعا احنا منعمل المنتج ان الزمون ياخدوا يستخدموا مش ياخدوا يحطوا كده التسريح على منظره خلص لأ احنا منعمل المنتج الزمون ياخدوا يستخدموا والحمد لله احنا برضو يعني احنا حرصين جدا في حتة السعر احنا عندنا منعمل نسبة تكلفة ونسبة هامش ربح بسطة جدا ماشي ضئيلة جدا يعني علشان نوصل المنتج في الآخر للعميل كويس بسعر كويس ده احنا حرصين جدا على كده طيب سيد محمود دلوقتي انا اعتبرني حد لا يفقه شيء عن مجال العطور خالص ويجي تكلمتك في التليفون ويجي لك يا شيخ محمود او يا سيز محمود انا عاوز افتح بزنس خاص بالعطور ايه اول حاجة تنصحني بيه اول حاجة انصحك بيها تعمل ربنا ده اول حاجة تعمل ربنا تحط ايه يعني تخلي جزء كده عندك الجزء ده هو انا اطراه لله احبالك انا اكسب اكسب جنيه انا هنا احط هنا الجزء ده هو لله كده تعمل ربنا هنا بقى النجاح احبالك اولا بقولك لا ينكو سماري بمصادقة فسبحان الله انت لو انت تعملت ربنا هتنجح طب ده ده خاص بالتجارة عمتن بالزبط انا بتكلم بقى فيه تخصص بتاع حالتك اللي هو بتاع البرفونات انا دلوقتي فتحت او بنويت افتح بزنس خاص بالبرفونات ايه اول حاجة تنصحني بيه ايه المكان نفسه ماشي ممكن تفتح محل كويس ده لو انت حابب كصة المحلات لو انت حابب كصة التصنيع ووضوع التصنيع انت بتيكي تاخد خبرة من عندنا بنعلمك بنعملك دراسة كويسة من تابعك كل شهر اه لحد ما توصل اه لدرجة كويسة من التصنيع او اه البيع او التوزيع كمان تمام طيب كتسويق بقى بعد كده بعد اما انا افتح مكان او انا ابدأ التصنيع هل التسويق في مصر لفكرة البرفونات عمتن صعبة ولا اه محتاجة ايه لا هي فكرة البرفونات بستعبة هي سهلة بس احنا يعني مش محتاجة حاجة هي محتاجة اه ان انت يكون عندي خبرة كويسة عاسته ممكن يجيلك دراسة شد يقولك انا خلاص انا جبت محل لهوت وعملت الرفف وهاتي السيد محمود بعض الاصناف وطالع على البتاعه ويفتح يقعد كده على المكتب الصبح يروش وما يقولك لا انا كده فيش مكسر هو لازم يجتهد المحل عنده مسلا مش شغال ممكن بجانب المحل لحد ما المكان يكبر والمكان يتوسع ويبقى حاجة كويسة في المجال انما هو هيقعد ويستنى والمحل مسلا مسلا مش شغال او كده هو هي يكتهد جنب المحل لحد ما المكان يكبر زي ما احنا عملنا بالظبط الحمد لله احنا عملنا كده بس اشتغلنا بقى كم سنة قديمة شغال في البرحة؟ انا بدأت سنة 2000 اعدت ست سنين بعد كده فتحت ما كانش عندك اي معلومة خلصة عن البرحة؟ لا في الاول لا في الاول لا بس الحمد لله اسراري وامني بربنا واسراري ان انا اوصل حاجة كويسة في مجال العطور الحمد لله اكتهدت نفسي كويس جدا واشتغلت نفسي في النقطة دي وما حبيتش ان انا افكر في سفر افكر ان انا اعمل مشروع برا مصر لا انا الحمد لله اشتغلت في مصر وهو افضل شغال في مصر طب لو جالك حد من الشباب يا سوز محمود وقالك مثلا بعد الازمة الاتصادية والفترة اللي فاتت دي والمشاكل الكورونا والبرفنات مش من اولويات الناس اللي هي تبقى في الشرع والبيع عمتا يعني هل دلوقتي اقدر اقنع ان هو لا ده مكالي كويسة هو البرفنات في اي بيت في مصر يعني البرفنات اي بيت في مصر بيستخدم البرفنات اه بالضبط سواء غالي او رخيصة هي موضة في اي بيت في مصر فديت احنا ما شاء الله احنا 120 مليون اخبرك فاحنا نستخدم وعندنا عندنا يعني يعني حاسين احنا بالشغل وحاسين بالتوريد يعني احنا نورد شغل للفروح كبيرة الحمدلله وشركات كبيرة الحمدلله انا لأسف يا سوز محمود وقتي للأسف سرقني جدا انا مش عاز اقفل معاك والله بس انا عاوز منك يعني ايه في خلال يعني مش اكتر من ثلاثين ثانية نصحة اخيرة للشباب علشان ياخدوها بمثل بنموذج طيب اللي هو زي حضرتك فعلا بدأ من الزيره وبدأ دلوقتي بقالوا مكانة في السوق المصري فنصحة كده مختصرة للشباب نصحة للشباب ان هو اه لم يجي افتح اي مشروع يعمل ربنا فيه يعمل ربنا وفعلا يخلي اه تجارة مع ربنا ده رقم واحد زي ما سوز محمود بيقول معاملة مع ربنا في كل المعاملات مش في التجارة بس وستاذ محمود سايب ارقام تليفوناته اي حد ويعامل ربنا مع الزبون مع الزبون نفس مشكلة هيقل ان هو يخد التجربة يتصل بالارقام واستاذ محمود وعدنا ان هو هيقف مع اي حد يتصل به والارقام كده كده موجودة على الشاشة يتصل بالارقام وان شاء الله استاذ محمود وعدنا ان هو هيقف مع اي حد عنده استعداد ان هو يكون بيدور على كرير جديد ويفتح ويبقى عنده لقم تعيش جديد انا في نهاية الحلقة بشكركم جميعا على حسن استماعكم ومشاهداتكم لي وفي اول حلقة يا رب يا رب بكون عن الحسن ظنكم ويا رب تابعوني دايما كل خميس الساعة 12 بعد متصف الليل برنامج التعلب مع محمد السروجي